عندك عشق لآلة العود أي تدري أنا أدرس يعني متعتي أنه أشوف الطلاب يقومون يبلشوني شوية شوية يتحسنون بالعزف وهذا فأني أتمرن وياهم دائما أحكينا عن أول آلة عود اشتريتنا طبعا معهد الفنون الجميلة هذا الحشي حتى خلأ قلهم مش قد العمر في سنة الثلاثة وثمانين أنا دخلت معهد فنون جميلة أنا دخلت للحياة حيو العمر كله يارا الثلاثة وثمانين أنا دخلت للحياة أي فأني سلمونا كانوا يسلمونا آلات آلات موسيقية بالمعهد فجنا تأخذ هذا الآلة اللي يسلموني إياها يعني أغنتني عن كل الآلات الموجودة بره نوعية زينة وكذا فبقى عندي هذا العود تقريبا خمس سنوات وبعدين كانوا الطلبة المميزين بالعزف كذا مدر شنو يصير عندهم من حقك يسلم عود آخر بمكانه فأنا اعتزيت بهذا العود اللي تعلمت بيه فسلمت عود بمكانه ذاك خذته وذاك خذته يمي فقى عندي الحد العام ونبات المرة تسألني تقول يابا شكتلتنا شكتلت يابا هذا يجي قبلك وقبل جهالك هذا العصل وين راح موجود العام وين راح موجود موجود إلي ما نطيته الطيتة يعني واجهة ظروف صعبة صراحة وهذا العود لتشم بقى بقلبي صراحة لأنه أنت شايف واحد نفسك بيه بعد شايف واحد يعني اسم الله يروح لواحد عزيز انا بتيت على هذا العود بيوم اللي بعته 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 لأن واجهتني ظروف كل صعبة فبعت هذا العود المن بعته راح بعد لا حقيقة حقيقة بعته الواحد من ولدنا يعني وهذا ولدنا تدري عود حلو ومرتب وصناعته محمد فاضل يعني موجود حالياً يماً؟ لا، راح للخليج أظن انتقل هذا العود بما كان وكان وكان بس أنا مستعدة أن أشتريه بمضاعف زين تعرف بيادة والأستاذ حتى بل كيان يماً أحاول أجيب لك يا إبتش لا والله لا ما ندل لأوين